على عجل سارع ليمنع مراهقيه من إثارة عش الدبابير الأمريكي إسماعيل قآني قائد فيلق القدس زار العراق متلاهفا خائفا من ردة فعل دونالد ترامب بعد أن استهدفت ميليشيا الحشد السفارة الأمريكية في بغداد حيث تدرك إيران أن ترامب قد يصب جامى غضبه عليها وينفس عن ألم خسارته الانتخابية بهجمات قوية لا قبل ليخامنئي بمواجهتها دخل قآني منزل هادي العامري في منطقة الجادرية وطلب اجتماعا لأتباعه زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي والقيادي في ميليشيا كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي الملقب أبو فدك جاءت الأوامر على الفور بوقف استهداف المصالح الأمريكية وتهديد أي ميليشيا تخالف هذه الأوامر حيث يريد الإيرانيون تبريد الخطوط مع أمريكا إلى أقصى حد ممكن وتجاهل أي استفزاز في الوقت الراهن حتى يتسلم بايدن إدارة البيت الأبيض ويجد الظروف الملائمة لإعادة الاتفاق النووي وإرخاء الطوق عن عنق النظام الإيراني سنوات ترامب الأربع الماضية كانت ثقيلة على إيران وأنستها أيام العسل مع أوباما فصار تحركها الإقليمي بحرية أقصى ما تتمنى ولذلك تأمل في أن يحقق بايدن مبتغاها وبطبيعة الحال فإن الملف العراقي أكبر الملفات التي تحدد شكل العلاقة بين واشنطن وطهران وكما يرى مراقبون فإن ميليشيات الحشد تأمل في توافق منتظر بين بايدن وخامنئي حتى تتحرك بحرية داخل خريطة النفوذ الإيراني وتتفرغ لحروب الوكالة النافذة للحدود وتزيد من إمبراطوريتها المالية ومن ثم فليبقى شعار الموت الأمريكا مجمدا في ثلاجة حفظ الشعارات القابلة للاستدعاء عند الحاجة